أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع فالقرآن قلّى الشيء اللي هو ذكره يتعلق بهذه القضايا للقضايا الدعاوة على النبي صلى الله عليه وسلم قال وأحل الله البيعة وأحرم الربا لأنه هو الذي يملك هذا الحق وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً نكمل أيها الأخوة الحديث عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم تأملوا معي أيها الأخوة الفضلاء كيف كان حال النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة وتكذيب المشركين ومجادلتهم ومحاججتهم للنبي صلى الله عليه وسلم على أشدها وتنزل عليه هذه الآيات العظيمة لكي تخبر النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قبله ويذكر الله له مثالاً من جده إبراهيم عليه الصلاة والسلام تعال يا محمد هذا جدك إبراهيم قد وقع له كذا وكذا وكذا جاد له قومه في الله سبحانه وتعالى في أكثر من موضع واحتجاجه بكذا وهذه حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه وهي حجتك يا محمد أيضاً وحجة كل من سار على نهجك وأنا أقول أيها الأخوة هذا شرف عظيم للمسلم الذي يتبع محمد عليه الصلاة والسلام فهو يتبع كل هذه الصفوة التي ذكرها الله في هذه الآيات يذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات ثمانية عشر نبياً من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وتكاد تكون هذه الآيات هي أكثر الآيات التي ورد فيها سرد لأسماء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في القرآن الكريم أي الفريقين كما قال الله أي الفريقين يحق بالأمن الفريق الذي فيه إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وعيسى وموسى وهارون وزكريا ويحيا ويوسف ومحمد عليه الصلاة والسلام أم الفريق الذي فيها النمرود وآزر وأبي بن خلف وأبو جهل كذا بس أنت حط صورتين متقابلتين واختر انظر كم لهؤلاء من الشرف ومن الأخلاق ومن المزايا ومن الصفات وانظر كم لهؤلاء لا مقارنة والله سبحانه وتعالى يعني عندما سرد هذه الأسماء العزيزة الجليلة أسماء هؤلاء الصفوة على مسامع النبي صلى الله عليه وسلم واستمعها الصحابة رضي الله عنهم واستمعناها نحن حتى اليوم كم تبعث من الطمأنين في نفس المسلم ومن الإيمان واليقين في نفسه بأن هؤلاء هم قدوته هؤلاء هم الصفوة من البشر والبشر أيها الإخوة والبشرية في تاريخها الطويل جاءتها الرسل لكن إذا مرت فترة دخلها لانحراف فظلت في بيداء الشرك ولكن لا غرابة لأن إبليس قد أخذ عهد وميثاق وأقسم بالله العظيم أن لا يزال يجرف هذه البشرية وذرية آدم لا يزال بهم يصدهم عن الدين ويزين لهم الشرك حتى يوم القيام ولذلك يتبعه كثير من الناس وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمني لذلك شوف يعني كيف استطاع إبليس أن يزين لهذه الملايين والمليارات من الناس الانحراف وأنه لم يثبت إلا من ثبته الله سبحانه وتعالى بالرغم من أنه قد أرسل هذه الآلاف المؤلفة من صفوة خلقه وهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فما زالت الرسل نوح ومن قبله إدريس وهود وصالح وشعيب وموسى وعيسى وهارون وسليمان وداود وإبراهيم عليه الصلاة والسلام من قبلهم حتى محمد عليه الصلاة والسلام يعني عدد كبير جدا من الأنبياء والرسل أتوا لكي يرد الناس إلى الطريق السوي تعال اليوم إلى الفلسفات الموجودة الآن في العالم الغربي وفي الفلسفة المعاصرة الآن كيف يتحدثون عن الآلهة وينكرون الله سبحانه وتعالى وينكرون وجوده ولذلك تجدون الآن بعض الأفلام الوثائقية التي تتحدث عن المخلوقات وعجائب الكون والبحار الآخره لا يذكرون الله ولا يقولون ولا يعترفون بأنه هو الذي خلق هذه المخلوقات وإنما يقولون الطبيعة الطبيعة هي التي جعلت هذه الحيوانات تفعل كذا وهذه الأشجار تفعل كذا وهذه الأجرام تفعل كذا وينكرون هذه الأدلة الباهرة القاهرة التي بينها الله سبحانه وتعالى في هذه السورة العظيم ثم يقول الله سبحانه وتعالى نرفع درجات من نشاء هذا في إشارة أيها الأخوة إلى أن الحجة وإذا آتاك الله سبحانه وتعالى علما وآتاك حجة في دينه فإنه قد رفعك درجة بهذا ولذلك سمى الله سبحانه وتعالى وصف إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما احتج بهذه الحجة الباهرة قال نرفع درجات من نشاء فيكون نصيب كل واحد يتبع إبراهيم ومحمد عليه الصلاة والسلام من الرفعة بقدر نصيبه من الحجج والاستدلال والعلم وهذا دافع قوي أيها الأخوة للتزود من العلم وللتفقه في كتاب الله وللتفقه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهي درجات يرتفع بها الإنسان عند الله وعند خلقه نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص فأنتم في جلوسكم في هذا المجلس أنتم تحصلون بإذن الله تعالى درجات من الرفعة عند الله سبحانه وتعالى بقدر تعلمكم وحرصكم ونياتكم إن ربك حكيم عليم فقدم وصف نفسه بالحكمة على العلم للإشارة إلى أن هذه الحجج وهذه التي أقامها لإبراهيم عليه الصلاة والسلام من كمال حكمته سبحانه وتعالى ومن كمال علمه ثم يذكر الله سبحانه وتعالى ما أكرم به إبراهيم عليه الصلاة والسلام لاحظوا إبراهيم في القرآن الكريم يذكر الله قصص إبراهيم في مواضع في مواضع إثبات الألوهية وتقلل التوحيد فهو شيخ الموحدين عليه الصلاة والسلام عندما كسر الأصنام وعندما حاجج قومه في هذا الموضع وعندما دعا والده إلى التوحيد في سورة مريم وعندما أراد أن يطمئن في مواضع من سورة البقرة نعم وإذ قال إبراهيم ورب أرني كيف تحيي الموت قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي ليطمئن قلبي هو معنى الآيات التي في أول السورة قال وليكون من الموقنين التي أخذناها في المجلس السابق عندما قال وليكون من الموقنين هي نفس المعنى وليطمئن قلبي فإبراهيم كان أحرص ما يكون على تقرير التوحيد ودعوة قومه إليه والاحتجاج إليه ولذلك رفع الله ذكره في الأنبياء وجعل كل الأنبياء الذين بعده من ذريته ولا شك أن هذا فضل عظيم فضل عظيم ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكر في سورة النساء قال أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتابة والحكمة والنبوة وآتيناهم ملكا عظيم وإذا أعطى الله سبحانه وتعالى فعطاءه العطاء الذي لا ينفذ تعال دور لي واحد مثل إبراهيم حاز مثل هذا الشرف ما فيه كل ذرية أنبياء أولاده كل الأنبياء الذين جاءوا بعده من ذريته هذا شرف عظيم ومكانه سامية كبيرة فموسى من أبنائه ومحمد عليه الصلاة والسلام من أبنائه وعيسى وسليمان وداود وكل هؤلاء من أبناء إبراهيم عليه الصلاة والسلام وإسحاق فلا شك أن هذا شرف ليس له نظير فيقول الله ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا إسحاق هو ابنه من هاجر عليهما السلام ويعقوب هو ابن إسحاق فإسحاق ابنه الثاني بعد إسماعيل لأن إسماعيل كما تعلمون ولد قبل إسحاق من زوجته عفو أنها هاجر وأما سارة فهي والدة إسحاق نعم وهي زوجته الأولى لكنه تأخر حملها بإسحاق عن حمل هاجر بإسماعيل عليه الصلاة والسلام فلما ذهب إسماعيل إلى مكة مع والدته رزق الله سارة بإسحاق على كبر ويذكر المفسرون أن إسحاق ولد لإبراهيم عليه الصلاة والسلام وقد زادت سنه عن المئة وقاربت سن سارة تسعين سنة فبشرتها الملائكة بإسحاق في القصة المعروفة في سورة الذاريات قال ووهبنا له إسحاق ويعقوب وخص هذين من أبنائه بالذكر وقال وكلا هدينا أي أن الله قد خص هؤلاء الثلاثة إبراهيم وابنه إسحاق وابنه يعقوب بهداية عظيمة قال كلا هدينا ثم قال ونوحا هدينا من قبل فأراد أن يذكر فضل إبراهيم بأنه قد وهبه أبناء صالحين اللي هم إسحاق ويعقوب وأيضا هو من نسل آباء صالحين وهم نوح فإبراهيم عليه الصلاة والسلام من ذرية نوح قال ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته من ذريته هنا من ذرية نوح ولا من ذرية إبراهيم أحسنت نعم كلكم صح يعني المفسرون ذكروا هذا وهذا فإذا قلنا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته رجع الضمير إلى أقرب مذكور وهو نوح ومن ذريته داود وسليمان عفوا داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيا وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل وليسع ويونس ولوط وكلا فضلنا على العالمين إن قلنا إبراهيم إن قلنا ومن ذريته إبراهيم يجي عندنا إشكال اللي هو في لوط وفي يونس فلوط ليس من ذرية إبراهيم وإنما هو ابن أخيه لوط هو ابن أخ أخي إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو الذي آمن بإبراهيم وهاجر معه من العراق إلى فلسطين فالضمير هنا يكون على نوح أشمل فإذا قلنا يعود الضمير على نوح في قوله ومن ذريته أي ومن ذرية نوح داود وسليمان كل هؤلاء فعلا من ذرية نوح يونس وولوط وإذا قلنا من ذرية إبراهيم فيقولون يدخل ابن أخيه في ذريته تبعا لأن عم الرجل يصنوا أبيه كما يقولون وعلى كل حال إن قلنا أنه هذا أو هذا فالكلام مستقيم وإن كان بعضهم يرجح أنه إبراهيم لأن الكلام كله عن عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام فالسياق هو السياق عن إبراهيم ولذلك يرجح بعض المفسرين أن المقصود ومن ذريته أي ومن ذرية إبراهيم كذا فلان وفلان 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 طبعا أسما هؤلاء الأنبياء معلومة لديكم داود عليه الصلاة والسلام هو من أنبياء بني إسرائيل الكبار وكان ملك النبي وسليمان هو سليمان بن داود وقد بلغ ملك بني إسرائيل في عهد سليمان وفي عهد داود أوجه وقد أول ما بدأ ذكر داود عليه الصلاة والسلام يظهر في قصة جالوت التي في سورة البقرة عندما حارب مع طالوت قال الله سبحانه وتعالى ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود هذا أول مظهر يظهر فيه داود في بني إسرائيل وكان شابا يافعا وقتل داود جالوتا وآتاه الله الملكة والحكمة وعلمه مما يشاء من بعد تلك المعركة فظهر داود وظهر بعده ابنه سليمان عليه الصلاة والسلام وأيوب أيضا هو من أنبياء بني إسرائيل الكبار ويوسف هو ابن يعقوب وموسى هو من ذرية يعقوب أيضا وهارون هو أخو موسى معروف وكذلك نجزي المحسنين دائما تجدون هذه التعقيبات القرآنية في الآيات يعني ليس الجزاء الذي ناله هؤلاء مختصا بهم وإنما هو لكل من عمل عملهم فهؤلاء من المحسنين قال الله سبحانه وتعالى وكذلك نجزي المحسنين أي نجزيهم بالهداية وبالمآل في الآخرة وبرفعة الدرجات في الدنيا وفي الآخرة كذلك ثم قال وزكريا ويحيا وعيسى وإلياس وهؤلاء كلهم من أنبياء بني إسرائيل وهم من ذرية أيضا إبراهيم كل من الصالحين وإسماعيل وليسع لاحظوا إسماعيل هو ابن إبراهيم وكيف أخره إلى هنا وإسماعيل وليسع ويونس ولوطن وليسع هنا يختلف فيه من هو هل هو إلياس أم هو إدريس أم هو اليسع نبي خاص بهذا الاسم لكن على كل حال هو نبي من الأنبياء الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في كتابه والراجح أنه من أنبياء بني إسرائيل عليه الصلاة والسلام ويونس هو يونس بن متى الذين أرسله الله إلى قرية اسمها نينوى وهي من القرى القريبة من الموصل وقد ذكر الله أنه أرسله إلى مئة ألف أو يزيدون وكيف أن الله قد هدا هؤلاء القوم فاستجابوا ليونس بعد أن كانوا مكذبين له لذلك قال فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانه إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا فهم يعتبرون مثال جيد للذين استجابوا لنبيهم في اللحظات الأخيرة قال وكلا فضلنا على العالمين ولا شك أن هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم أفضل البشر وصفتهم والله سبحانه وتعالى فاضل بين الأنبياء أيضا فقال الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض فلكن التفضيل خاص بالله سبحانه وتعالى هو الذي يعني يرفع من يشاء ويخفض من يشاء سبحانه وتعالى وأما أن يأتي واحد مننا الآن فيفاضل بغير دليل فهذا لا يجوز ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لا تفضلوني على يونس بن متى والله قد فضل والنبي صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد ولدي آدم ليس كذلك فكيف نجمع بينها فنقول أن التفضيل إذا ثبت به دليل صحيح في القرآن أو في السنة نقول به ولكن ليس التفضيل على سبيل التنقص للأنبياء الآخرين ثم قال الله سبحانه وتعالى ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم ومن آبائ هؤلاء الأنبياء وذرياتهم أي أبنائهم وإخوانهم وهذا يدخل فيها مثلا موسى وهارون هؤلاء إخوان ليس كذلك وموسى عليه الصلاة والسلام كان له دور مبارك في في نبوة هارون أخي فقد طلب ودع الله سبحانه وتعالى أن يرسل معه هارون نبيا فاستجاب الله له قال قد أوتيت سؤلك يا موسى وهذه يعني أكبر واسطة أنك تتوسط لواحد أن يكون نبي فموسى عليه الصلاة والسلام أخ مبارك ولوط هو ابن أخي إبراهيم وليس والده وليس يعني فيدخل فيها كل ما يعني هذه الآية ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم قال واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط المستقيم اجتبيناهم يعني اصطفيناهم واخترناهم واختيار الله سبحانه وتعالى واجتباؤه له وحده سبحانه وتعالى كما قال والله يخلق ما يشاء ويختار يختار من الناس ويختار من البشر ويختار من الأنبياء ويختار من البقاع ويختار من الأزمنة لا يسأل عن ما يفعل سبحانه وتعالى قال واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم لاحظوا هديناهم إلى صراط مستقيم والحديث كله هنا عن التوحيد ليس كذلك ذكر الله المشركين ومجادلة المشركين والآله التي يعبدونها وذكر احتجاج إبراهيم عليه الصلاة والسلام لتوحيد الله سبحانه وتعالى وأنه أولى بالعبادة من هذه الآله التي لا تضر ولا تنفع ثم قال وهديناهم إلى صراط مستقيم هذا الصراط المستقيم يا محمد هو توحيد الله وإفراده بالعبادة ولاحظوا أن المخاطب هذا القرآن يتنزل على النبي صلى الله عليه وسلم ويتنزل عليه وهو في مكة وهو في غمرة المجادلة والمحاججة مع المشركين ثم يقول الله سبحانه وتعالى ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده يعني هذا الهدى وهذا التوفيق الذي وفق الله إليه هؤلاء الصفوة المباركة من الأنبياء الذين ذكرت لك أسماءهم يا محمد من نوح وإبراهيم وكل هذه الأسماء التي سردتها لك هديناهم بهدى الله سبحانه وتعالى والهداية هنا المقصود بها هنا هداية التوفيق أن الله سبحانه وتعالى قد وفق هؤلاء الصفوة من الأنبياء إلى التوحيد وإلى الهداية فيقول ذلك هدى الله ولاحظوا أن التعبير إذا جاء في القرآن الكريم باسم الإشارة البعيد الذي يدل على البعيد ذلك هدى الله إشارة إلى عظمة هذه الهداية وأن أعظم نعمة ينعم الله بها عليك هي هدايتك إلى الدين الحق وإلى الطريق الحق ولذلك تجدونا في سورة الفاتحة نقرأها في كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم هذول هم الذين أنعم الله عليهم هؤلاء الأنبياء ولذلك قال الله سبحانه وتعالى فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين هذول النبيين والصديقين والشهداء والصالح وحسن أولئك رفيق فلا شك أن هؤلاء الأنبياء الذين هداهم الله وذكرهم الله في سورة الأنعام هم الذين ينصرف إليهم أول ما ينصرف معنى الهداية وكيف أنهم هم الرمز للهداية إذا أردت أن تقتدي فاقتدي بهؤلاء ولذلك جاءت الآيات بعدها أولئك الذين هدأهم الله فبهداهم اقتدي ثم قال الله سبحانه وتعالى يهدي به من يشاء من عباده فيه إشارة أيها الأخوة إلى أن هداية التوفيق ليست لأحد من الخلق هذا إبراهيم والده ما استطاع أنه يعني يقنعه بالإسلام فالله سبحانه وتعالى يقول هذا فضل من الله سبحانه وتعالى يهدي به يعني يوفق إليه من يشاء من عباده ولا شك أيها الأخوة أنه فضل عظيم يختص الله به من يشاء من عباده يعطيه الله سبحانه وتعالى ضعاف خلقه ويحرم منه كبار الناس في عيون الناس ولذلك أبو جهل شيخ قريش وسيد قريش عمر بن هشام رجل وجيه معروف له مكانة كبيرة جدا في قريش حرمه الله من هذا النعمة وحال بينه وبين الهداية حتى قتل في بدر وأبي بن خلف أيضا من سادات قريش رجل له مكانة ولصوا له جولة وكلمة مسموعة وأولاد وشغل طويل حال بينه وبين هذه النعمة وهدى إليها بلال بن ربح كان عبد من عبيد قريش هداه الله إلى الاتباع عن نبي صلى الله عليه وسلم ولذلك كان يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول بلال أبو بكر سيدنا يقصد أبو بكر الصديق قال أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا لأن الذي أعتق بلال بن ربح هو أبو بكر الصديق اشتراه وأعتقه لوجه الله فيقول عمر أن بلال سيدنا وهو كان عبد من عبيد قريش لأنه أسلم واستبعى النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك كان هو الذي يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم فنسأل الله أن يهدينا وإياكم للحق أيها الإخوة وأن يثبتنا عليه حتى نلقى الله سبحانه وتعالى غير مغيرين وغير مبدلين فإن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن فمن أشاء أقام ومن شاء أزق فنحن نسأل الله دائما وآبدا أن يثبتنا وإياكم على الحق وعلى الهداية وأن يجعلنا من المتبعين لهؤلاء الصفوة من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ثم لاحظوا أيها الإخوة كلمة هنا في غاية الخطورة والشدة الحديث عن الأنبياء إبراهيم وأبناءه والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم يعني أجدادك هؤلاء كلهم ثم يقول كلمة قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون هل يتصور أصلا الشرك من إبراهيم وإسماعيل وعيسى وموسى وإسحاق هؤلاء هم الأنبياء الذين يدعونا للتوحيد لكن يقول الله ولو أشركوا لو وقع أحدهم من الشرك وحاشا لو وقع أحد منهم في الشرك وحاشا لحبط عنهم ما كانوا يعملون حبط بمعنى بطل حبط بمعنى بطل وإضمحل وذهب كأنه لم يكن شيئا وذلك إنه قال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار ولاحظوا أن الشرك هو أكبر الكبائر ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قالوا بلى يا رسول الله قال الشرك بالله الله أكبر وقال في القرآن الكريم في سورة النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به هذه لا يغفرها أبدا ويغفر ما دون ذلك فمعنى هذه الآية أن أعظم الذنوب هو الشرك وأن ما دونه فهو أقل منه فإذا كان الله سبحانه وتعالى يقول هذا في حق أنبيائه عليه الصلاة والسلام ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون فكيف الحال بنا نحن لا شك أننا الخطاب هذا يتوجه إلينا من باب أولى قال أولئك الذين آتيناهم الكتاب يعني أولئك الصفوة من الأنبياء عليه الصلاة والسلام من إبراهيم ومن بعده الذين آتيناهم الكتاب لاحظوا يا شباب النبوة والكتب المقدسة ما تأتي بالحضوظ ولا تأتي بالنسب لا وإنما الله يؤتيها من يشاء فقال أولئك الذين آتيناهم يعني آتيناهم على سبيل التفضل منا والتشريف لهم والإكرام لمن استجاب من أقوامهم قال أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة هذه ثلاثة أمور فالمقصود بالكتاب هنا جنس الكتب السماوية يعني إبراهيم آتاه الله ماذا الصحف صح صحف إبراهيم وداود آتاه الله الزبور وموسى آتاه الله التورات وعيسى آتاه الله الإنجيل هذه هي التي ذكرها الله لنا وإلا فربما أنه أعطى الأنبياء لآخرين كتبا لكنه لم يصل إلينا خبرها والله سبحانه وتعالى لم يذكر لنا أخبار الأنبياء كلها ولم يذكر لنا أخبار الأنبياء كلهم قال رسلا قد قصصنا عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك فهناك من الرسل من لم يأتيك خبرهم يا محمد فقال آتينهم الكتاب فالمقصود بالكتاب هنا جنس الكتب السماوية والحكم الحكم هنا المقصود به الفهم والعقل والقدرة على الفهم والاحتجاج وهذا مناسب لما مر معنا من احتجاج إبراهيم عليه الصلاة والسلام على قومه فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم أكمل الناس عقولا وأقدر الناس على المحاججة وأقدر الناس على الاستدلال فلذلك استدلالات الأنبياء واستدلالات القرآن هي أقوى الأدلة وأقوى ملأدلة وهي أفضل من المنطق من منطق اليونان ولا منطق الرومان ثم يقول الله سبحانه وتعالى والنبوة والنبوة هي الاصطفاء بالنبوة وهذه منزلة عظيمة اصطفى الله بها هؤلاء الأنبياء وقد ذكر الله منهم في القرآن الكريم خمسة وعشرين نبيا وذكر العلماء أن عدد الأنبياء الذين أرسلهم الله مئة وخمسة وعشرين ألف نبي وخص منهم أولي العزم من الرسل وهم الخمسة نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام ولا شك أن محمد عليه الصلاة والسلام هو أفضل الأنبياء وقد خصه الله بفضائل عليه الصلاة والسلام فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين فإن يكفر بها هؤلاء الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أي فإن يكفر بها هؤلاء المشركين يا محمد فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين المفسرون يقولون فإن يكفر بها قومك يا محمد قريش فقد وكلنا بها الأنصار الذين سوف يحمونك ويدافعون عنك وهذا معنى صحيح وإن قلنا فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا فسوف نقيض لهذا الدين قوما يحمونه وينصرونه سواء الأنصار أو غيرهم وهذه حقيقة تاريخية في تاريخ الدعوات أن الله سبحانه وتعالى إذا ضعف قوم أو شعب عن حمل أمانة الدين فإن الله ينصر الدين بقوم آخرين من غير هذا الجنس والتاريخ الإسلامي كمثال الله سبحانه وتعالى جعل العرب أهم مادة هذا الدين فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم انتشر العرب يفتحون الأمصار ففتحوا بلاد فارس وبلاد الروم ثم بعد ذلك دخل أهل فارس في الإسلام وأصبحوا هم الذين يحملون هم الدين ولذلك تجدون كثير من أئمة الإسلام من العلماء المحدثين والمفسرين من غير العرب حملوا الأمانة وأيضا لما تقع عسى الفرس وحملها التتار وأصبحوا يرفعون هذا الدين والهنود وغيرهم من أجناس الأمم الأرض التي آمنت بهذا الدين وحملته ورفعت رايته عبر التاريخ قال فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أي ليسوا عنها بمعرضين وليسوا بمكذبين لها وبعض المفسرين يقول فإن يكفر بها هؤلاء الأنبياء الذين تقدم ذكرهم وحاشاهم فإن هذا ليس نهاية المطاف حتى هؤلاء الأنبياء لو حادث أنهم كفروا بما يعني أرسلتهم به فسوف نقيض لديننا ومن يقوم به أيضا يدخل فيها هذا يسأل سلمان ويقول أولئك الذين آتيناهم الكتابة والحكمة هل المقصود بالحكم هنا الملك؟ الملك فنقول يدخل فيه لأن الحكم يأخذ من معاني الحكم الملك لكن المفسرين يقولون أن الحكم هنا هو الفهم والعقل عن الله سبحانه وتعالى وإقامة الحجة لأن الأنبياء عليه الصلاة والسلام كلهم لم يكونوا ملوكا لم يكونوا ملوكا وإنما جاء بعضهم ملكا مثل داود عليه الصلاة والسلام وسليمان عليه الصلاة والسلام جميعا قال فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله أولئك الذين هدى الله من الأنبياء عليه الصلاة والسلام وقد عبر عنهم بقوله أولئك للإشارة إلى رفعة مكانتهم فبهداه مقتده يعني فسر يا محمد على منهجهم في التوحيد وفي الدعوة قال فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إنه إلا ذكرى للعالمين أي قل يا محمد لقومك لا أريد منكم مكافأة ولا أريد منكم ثمنا على هذه الدعوة التي أدعوكم إليها إن هو إلا ذكرى للعالمين وفي هذا تنبيه يوريخ وإشارة إلى أن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى الأصل فيها أن تكون بغير ثمن وبغير مقابل وأن الأنبياء عليه الصلاة والسلام هم القدوة في ذلك فكانوا يدعون أقوامهم إلى الهداية ولا يطلبون منهم مقابل وقد ورد في آيات كثيرة على ألسنة الأنبياء عليه الصلاة والسلام أن كل نبي من الأنبياء يقول لا أسألكم عليه أجرا لا أسألكم عليه أجرا إلا إثنين من الأنبياء لم يرد هذا على ألسنتهم وهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام وموسى ما ورد على لسان إبراهيم ولا موسى أنه قال لا أسألكم عليه أجرا ويظهر والله أعلم أن السبب في ذلك أن إبراهيم كان أكثر ما يجادل والده آزر والوالد مهما كان له على والده منه أليس كذلك فيعني ليس كإذا قال إبراهيم لوالده أنا لا أريد منك مقابل طيب أنا أنا اللي ربيتك أنا أنت ولدي فلم يكن من المناسب أن يقول له ذلك وموسى أيضا كان أكثر ما جادل فرعون وفرعون قد تربى موسى في بيته فلم يكن أيضا من المناسب أن يقول له أنا لا أريد منك مقابل وأجر فأنا قد تربيت في بيتك ولذلك لم يرد ذلك وأما في منوح وهود وشعيب وكلهم والله أعلم ورد على ألسنتهم مثل هذا القول لا أسألكم عليه أجرا وأنا أقول أيها الإخوة مدام الداعي والمعلم لا يأخذ أجرا فيكتب الله سبحانه وتعالى لدعوته القبول ويرزقه يعني يرزق كلامه شيئا من القبول فإذا دخل المال في الدعوة إلى الله شابها ما شابها وأنا لا أقول هذا لكي أحرم الأخذ لمن أراد أن يأخذ مقابل تعبه أو إعداده أو نحو ذلك ولكن أنا أقول هذا من خلال استقراء الآيات وآيات دعوة الأنبياء عليه الصلاة والسلام أن هذه تكاد تكون مضطردة أن الأنبياء يدعون إلى الله لوجه الله سبحانه وتعالى إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا نتوقف عند هذا ونكمل إن شاء الله في المجلس القادم صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبار ويتعاهدها ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم متى ما رابيت فهو محرم وداخ في هذه الآية تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر